اشتركوا في القناة مع أنوال عبد المجيد تبون يزور وزارة الدفاع الوطني عنوان مثير وغريب وعجيب لعدة اعتبارات أهمها أن تبون من المفروض هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع إذن من المفروض لديه مكتب في مقر وزارة الدفاع من المفروض يتردد على الأقل في الشهر مرتين في أقل الأحوال على مكتبه ليراعي الكثير من الأمور وفي الأيام الأخرى أي شيء يتولاه الأمين العام لوزارة الدفاع الذي هو يعتبر المساعد الأساسي القائم بأعمال وزير الدفاع في الوزارة لكن العجب غير ذلك تبون كل مرة يذهب لوزارة الدفاع يعمل هذه زيارة رسمية رئيس جمهورية يزور مقر وزارة الدفاع يعني ولا مرة من خلال المعلومات أن تبون ذهب إلى وزارة الدفاع بصفة وزير الدفاع معناها أنه يعامل كغريب أمر آخر أنه يستقبل بصفة رسمية وبالسجاد الأحمر ويعزف له النشيد الوطني وما إلى ذلك ومن طرف سعيد شنغريح الذي هو رئيس الأركان معناها أن سعيد شنغريح يعتبر وزير الدفاع الفعلي بهذه الطريقة وليس رئيس الأركان لأنه رئيس الأركان لا يمشيش يستقبل وزير الدفاع في مقر وزارة الدفاع إلا إذا استدعاه الذي يستقبله وبصفة عادية ومن دون سجاد أحمر ولا أي شيء من هذا القبيل هكذا ما عليش مرات ممكن يزور وزارة الدفاع أو أي وزارات أخرى في مناسبات مثلا يزور وزارة الدفاع في مناسبة أول نوفمبر من أجل تقليد الرتب يعني حفل خاص يمذهب كرئيس للجمهورية في هذا الأمر تقدم له البروتوكولات الكاملة في زيارة رئيس الجمهورية إلى مقر وزارة الدفاع في أول نوفمبر أو خمسة جمهورية ولكن أن يزورها في ثمانية مايي نحن كلنا نعرف هذا التاريخ ودللاته التاريخية وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم الأمر ليس هنا أنه ألقى كلمة الكلمة عندما تابعتها وجدتها أنها عبارة عن مشروع انتخابي للعهدة الثانية لتبون ويقوم بعرضها أمام الجنرالات قبل أن يعرضها أمام الشعب لأن هؤلاء الجنرالات أكبر من الشعب وهؤلاء هم الذين سيقررون مصير الشعب وليس الشعب هو الذي سيقرر مصيره ويقرر مصير الدولة ويختار الحاكم ويختار الرئيس ويختار البرلمان لا هم هكذا يريدون أن أرواح لنا أولا كلمنا ماذا ستفعل اتكلم على غارش بيلاد على عام 2027 أنه تاريخ مهم أيضا تكلم على الإنجازات التي تحدث عليها تبون من خلال هذه الكلمة التي ألقاها أمام جنرالات أغلبيتهم فاسدين أو صامتين عن الفساد في وزارة الدفاع التي لديها أكبر وزارة لديها موظفين يتواجدون في السجون بتهم الفساد ولا يعني هؤلاء هم المفسدين أو الفاسدين فقط بل أنه اللي برة الأكثر فسادا هم اللي برة وما زالوا يتحكموا في القرار غدوا يروحوا يطيحوا تلقاهم أيضا في السجون هذا هو المشكل يعني تبون قدم حصيلة للخمس سنوات انتاعه ثم قدم تطلعاته إلى المستقبل وهذا اللي راه واضح من كلامه وبي ويجري طبعا استعمال الذاكرة والعزف على التاريخ والشهداء والثورة وتكلم مثلا في هذا السياق تكلم عن المديونية المديونية قال لك بأنها راهي ما نكونوش نروحوش المديونية خيانة للشهداء لا يا ابن العيه إنه صندوق النقد الدولي وفتاوي اقتصادية واللي يستادي المهوش عيب 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 وخيانة للشهداء لأن كنت تذهب الى المديونية وانت قادر لنظم حوالك حتى لا تذهب الى المديونية تذهب الى المديونية حتى أتوقف لا تدفع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهضين في إفريقيا وغير بإفريقيا إذن ما نمشوش المديونية وما نمشي ناش رغم الفخ اللي كانوا بنيناها يحطها لجانبا ما الشهداء ولا بطيخ المديونية تلجأ لها عند الضرورة الاقتصادية وإذا لم تلجأ إليها فمعناها أن الدولة مكتفى ذاتيا اللجوء إلى المديونية ليس خيانة للشهداء الخيانة للشهداء ليست في المديونية نفسها لكن الخيانة للشهداء أن الجزائر غانية بالثروات وبالأموال وعندها كل شيء ولكنها نهبت وصرقت وهربت إلى الخارج وبينها في كثير من عواصم العالم وتضطر الدولة التي لا تستطيع أن تسترجع الأموال المنهوبة تضطر أنها تلجأ إلى المديونية عندما يتكلم تبون على المديونية والديون الخارجية وكذا متكلم بمنطق اقتصاد يعليش تكلم لي بمنطق التاريخ والجغرافية والشهداء والثورة ما هو هذا منطق يا تبون تكلم يا تبون بمنطق الاقتصاد وليس بمنطق الثورة والمجاهدين والشهداء هذا واحد أفلست بضاعته تبون من قبل قالت جزائر ما عندهاش اقتصاد ثم بعد ذلك نحن بدينا نعمل في اقتصاد ما نوصف الاقتصاد نتاعنا ابتداء من هات تغييرات نحاول أن نبني اقتصاد كان عندنا شيء باقتصاد مبني على الريع مبني على الاستيراد والتوزيع هيه وصلت الآن أنك مكتفي ذاتيا لا تلجأ إلى المديونية لأن الجزائر مداخلها كبيرة في ظل هذه الحروب في غلاء أسعار وارتفاع أسعار الغاز والبترول الجزائر رهي تدخل خزانتها المليارات لذلك نجوءها إلى المديونية وهي خزنتها مليانة والظروف الاقتصادية جيدة العالمية في صالح الجزائر التي تصدر النفط والغاز إذن إذا لجأت المديونية مش خيانة للشهداء خيانة لله ورسوله والأمة الجزائرية ولكل العرب ولكل المسلمين هذه هي لأن البلد ما هي في حاجة أنتم في رأيكم هؤلاء الجنرالات يعني لو كان البلاد أحتاجت إلى المديونية ما يرجعوا لهاش يكذب عليكم يكذب عليكم الجزائر ليست في حاجة إلى مديونية ولكنها لو غدوة لأن البلد تعتمد على رعا النفط غدوة تحد الظروف معينة تتدهور فيها أسعار النفط والغاز رح يقول لك أربط حزامك ثم يلجأون إلى المديونية لذلك لا توجد ظروف اقتصادية تجبر تبول أن يلجأ إلى المديونية ولكن لأنه ما عندوش ماذا سيقول للجزائرين سوى أنه ما لجأناش للمديونية هلاش تلجأ للمديونية لماذا تلجأ إلى المديونية؟ تلجأ إلى المديونية في حالة أن البلد منهارة اقتصادية ولكن هي تاجر شنطة عندها المدخيل من العملة الصعبة تبيع النفط والغاز نحن لا ندري الغاز المدخيل وكم لكن النفط في عشرين سنة من عمر بوتفريقة فقط حكم بوتفريقة أكثر من 1500 مليار دولار 1500 مليار دولار تعيد بناء قارة إفريقيا كلها والجزائر هاكم شايفينها داروا لنا شوية طرق وشوية بنايات قال لك هاي الإنجازات 1500 مليار معناها رأي شيء كبير المهم أتكلم على هذا الأمر وتكلم في عدة أمور أخرى تتعلق بإحترافية الجيش ومن العجائب اللي قالها قال أول نشكر مرة شنقريحة اللي عمل على إحترافية الجيش انت جاي كوزير للدفاع وقائد أعلى قوة المسلحة وأكثر من هذا رئيس جمهورية جيد تشكر رئيس العركان يعني تخصوا بالشكر تخصوش بالشكر شكروا ليه دليل على أنه رو تحت البستار راه يقدم في نفسه على أساس أرض علية باش نكون في عهدة ثانية رغم أنهم لن يجدوا من يستعملونه استعمال فج وفضيع وشنيع وبسع وإلى منتهى البساعة مثل التبون الذي لا يقول لا لشنقريحة لم يبخل شنقريحة إلا يدخل عنده في غرفة نومه ويرافقه في فراش نومه هذا اللي يبقى عن التبون ويقول لك هذا تشكر شنقريحة أمر آخر قاد تكلم على احترافية الجيش وقال بأننا يعني نقول الجيش للأجيال القادمة إذن نقوي الجيش وتقوية الجيش ما هيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيلان لا باش نحمي أرض اللي ضحاوا عليها قوافل تل والقوافل بتاع شو هذا وده ما كان باش الجيل الحادي يعيش حر أجيال القادمة لا تحتاج إلى قوة الجيش يا تبون قوة الدولة في قوة أولا مؤسساتها قوة قضاءها واستقلاليته قوة إعلامها لأننا في زمن الإعلام في زمن العالم تحول إلى حارة صغيرة تحول إلى قرية صغيرة ثم إلى حارة صغيرة وربما مستقبلاً رح يتحول إلى غرفة صغيرة هذا التطورات تحتاج الجزائر إلى إعلام قوي وتحتاج إلى مؤسسات منتخبة رئاسة برلمان وغيره استقلالية القضاء كما ذكرت تحتاج إلى استقلالية القضاء القضاء فوق الجميع ما كانش لا رئيس حكومة ولا وزير ولا جنرال أكبر من القضاء وأكبر من القانون تحتاج إلى العدالة لأنها تحتاج إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إذن قوة الدولة في مؤسساتها الشرعية المنتخبة لتقوم بدور حماية المال العام وحماية الدولة في إعلامها في دبلوماسيتها في اقتصادها في عسكرها وأجهزتها الأمنية أجهزتها الأمنية مش تتغول على الشعب أجهزتها الأمنية لا تتغول على الشعب فقط كما يحدث عندنا الأجهزة الأمنية الخارجية الأمن الخارجي يوفر المعلومات يحاول يخدم مصالح الدولة عن طريق صنع اللوبيات عن طريق أشياء كثيرة مش يتحول جهاز يطارد الجزائريين الأمن الخارجي من أجل مطاردة الجزائريين في الخارج والأمن الداخلي لمطاردة الجزائريين في الداخل وأمن الجيش لمطاردة العسكريين داخل مؤسسات العسكرية والدرك الوطني للمتاجرة بالممنوعات على الحدود والأمن الوطني حدث عنه وحدثوا عن كل شيء إلى الأمن وهما كل مرة مدير أمني روح الحبس قادة الدرك الوطني رههم في السجون وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم إخواني الكرام أنا رؤيتي إلى ما تحدث به تبون على أنه مشروع انتخابي أمام وزارات الدفاع لماذا هذا التاريخ بالضبط يذهب ويلقي خطاب أنا قلت هالكم يا جماعة خلاص المشكلة هؤلاء العصابة يدركون يقينا أنهم عبارة عن أركان يطيح واحد يطيحوا مع بعض لذلك هم يكرهوا بعض ما يشموش بعض وكان واحد منهم يستطيع يتمكن من الآخر إذا ما قتلوش يرميه في الحبس ولكن يدركون يقين أنه قدرهم صار واحد لذلك يجب أن نتماسك من أجل استمرار لمواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية هذه هي لذلك تبون راح يعرض في مشروعه الانتخابي أنت تروح تحدث الجنيرالات في السياسة وتحدثهم على الاقتصاد والمديونية وتحدثهم على فلسطين وتحدثهم على الصحراء ويبثوا مقاطع للشعب الجزائري باش يشوفوها يعني بالله عليكم رئيس جمهورية راه وزير دفاع روح الله يسهل عليك التقي معاهم اجتمع معاهم ما تخبرناش إلا ممكن برقية لوكالة الأنباء تقول بأنه وزير الدفاع بصفته وزير الدفاع عندما يجتمع معهم بصفته وزير الدفاع تقول السيد عبد المجيد تابول قائد الأعلى قوات المسلحة ووزير الدفاع اجتمع معاهم بحكم هذا المنصب أما أنك تروح لهم كرئيس جمهورية يزيد روح للوزارات الأخرى علاش الأخرى ما هيش وزارات مهمة أو أنه شيء فقط هو الأخرى هم الجنيرالات لأنه إذا رضاوا عليه يستمر ما رضاوش عليه والله ما يزيد نهار يخلقونه كل الأسباب ويديرونه كما دار القايد صالح البوتفريقة الذي كان يعبد بوتفريقة والعهدات اللي دارها بوتفريقة كلها بإعاز من القايد صالح والقايد صالح كان يقول بوتفريقة لا أقبل أي سوى بوتفريقة رئيس الجمهورية ومن بعد دار عليه وشفت خرجه بلبس النوم يقدم استقالته إذن عبد المجيد تبون يا ناس راه قدم تقريره وحصيلته أمام الجنيرالات وقدم خطوط عريضة لبرنامجه القادم ويجي الآن من يحدثكم على أساس أنه جايين انتخابات نزيهة وأنه الشعب هو الذي سيختار من يحكمه وأنه 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 كل كلام فارغ لا معنى له الذين يقررون مصير الجزائريين هم العسكر والذين يختارون الرئيس هم العسكر والذين يحمون الرئيس كي يبقى هم العسكر لا أنت الآن يا تبورك غدوة يعني يدخل انتخابات وينتقد في حملة انتخابية ويدخل في فطرة حملة انتخابية ما بقاش رئيس انتقاده معناها انتقاد الجنيرالات لذلك عمرها الجزائر لا تكون ديمقراطية والرئيس عبارة عن واجهة لنظام عسكري العسكرية والديمقراطية لا يلتقياني أبدا إذا أردت أن تبني بلد ديمقراطي بلاد مؤسسات يكون البرلمان حقيقي برلمان منتخب برلمان مثلا لجنة الدفاع الوطني تراقب كل شيء في داخل المؤسسة العسكرية وداخل الأجهزة الأمنية من حق البرلمان يسائل وزير الدفاع مثل ما يسائل أعضاء الحكومة لأنه هذا ما هوش منطق أنا ضد أنه رئيس الجمهورية يكون هو وزير الدفاع خليه رئيس جمهورية والقائد الأعلى القوات المسلح فقط وزير الدفاع يكون مواطن مدني ومعليش يكون جنيرال متقاعد ولكن يكون مدني ويحضر للحكومة وتتم مسألته في البرلمان على قضايا الأمن وقضايا الأسلحة والصفقات وما إلى ذلك هذه هي دولة المؤسسات أما دولة العبث واللعب بمشاعر الجماهير أعتقد بأنها لا تقدم شيئا في هذا الأمر لذلك يا جماعة زيارة عبد المجيد تبون إلى وزارة الدفاع زارها لتقديم حصيلة وتقديم المشروع ونيل الرضا ثم بعد ذلك رح يجي وقت الشعب الذي لا معنى لصوته أبدا فالأمور حسمت وهذا هو الكلام الواضح العهدة الثانية حسمت تبون خلاص حتى النتائج رهي سجلت هذه مش أنا أقولها كي الناس ما تترشحش ولا الناس ما تفكرش أنها تحدث تغيير حقيقي أنا أقولها لكم العزوف الانتخابي جربناه ماذا حقق؟ يعني في 2012 عفوا يعني في 2019 وقبلها في المراحل الانتخابية لكل هذه التي جرت كان العزوف الانتخابي هم اللي قرروا لك مصيرك واشرح تقديلهم بعد كي يديروا برلمان ويديروا القوانين وتحت سلطتهم القضاء والأجهزة الأمنية وشرح تدير لهم في 2019 في 12 ديسمبر لما قبل الانتخابات قلت لهم سيمررون الانتخابات ويفرضون رئيسهم والأمور ستمشي كما يريدونهم واش ها راحوا يخونوا فينا وذو كانت على انتخابات مع العصابات هاي داروا انتخابات مع العصابات وزادوا صنعوا أشرس عصابة وأجرم عصابة مرت بتاريخ الجزائر وأصبح الشعب الجزائري كله في إقامة جبري هيا ماذا تفعلون له الآن ما زالوا رايح يزيدوا نفس السيناريو ويطلع رئيس حتى لو كان النتائج معترف به دوليا ويتنقل في العالم كرئيس منتخب شرعيا والحكومة انتعوا وزراء ورهم يعاملون كممثلي للشعب في كل المحافل وارواح انت اقعد انت غيط في شبكات التواصل الاجتماعي باسم كذا وكذا المشكلة قبل اذا كان النظام فاسد فالمعارضة ايضا فاسدة في جزء منها وجزء اخرى عاجزة ولا تستطيع ان تكون صانعة التغيير عندما كان الشعب كله في الشوارع كانت فرصة للمعارضة ان تفرض نفسها على المؤسسة العسكرية التي وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه ولكن ضيعوا الفرصة وجات كورونا وجات بلاوي اخرى كانت في صالح هذه العصابة ان تعود بقوة حتى الناس اللي كانوا في السجون رجعوا وصاروا يصنعون القرار بدل خمس سنين تعدوها تتباكون انا نتكلم كمحلل لو كنت معارضة لمشيت في هذا الطريق كمحلل سياسي بدل التباكي ويوميا لايفات وحكايات هكذا لا تتجاوز عدد المشاهدات ومداخيل كذا للشبكات التواصل الاجتماعي صار اقتصر الامر كذا هل صنعتم تكتل هل صنعتم تكتل انا اقول هالكم الذين رفضوا الانتخابات في 2019 اكثر من خدم النظام ودرجة لما تقدروا شتصوره خدمه اكثر من الذين شاركوا في الانتخاب لانه في ذلك الوقت كانت الامور قوية والشعب في الشارع الان واش رح تدير ما تقدرش تخرج ثلاث اشخاص يديروا مظاهر هو ش رح تدير يعني تبقى تراهن على عامل الزمن اذا كان بعد ثلاثين سنة خرج الشعب في 2019 يعني منذ التسعينات ما خرج الشعب خرج في 2019 وكانت موجات من المظاهرات في اطار مطالب اجتماعية واقتصادية وغيرها انتظر الان ثلاثين سنة اخرى رايح يقعد لك التبون وبعد المتبون يزيد يجيبوا لك ماذا يريدون وتستمر اللعبة وتستمر اللعبة حتى يبلغ الامر مداه عندما تنفجر الامور يخرجوا لك الشعب او يخرج الشعب الله تزيد تدخل المؤسسة العسكرية بشعارات وطنية تحدث التغيير والدير اللي تحب وتستمر لان المؤسسة العسكرية منذ انقلاب جيش الحدود على جيش التحرير وهم يضحكون على الشعب الجزائري والشعب الجزائري كيلطة رشف الزفة حتى خلانا احيانا نسأل هل هذا هو الشعب الذي ساهم في تحرير الجزائر من المستعمر الفرنسي لا اعتقد ذلك لانه وصلنا الى درجة من الغبن اللي وله المواطن ما يدافعش على نفسه مش يدافع فقط على جاره الذي يحتقر الناس في السجون هل رأيتم حملات الجزائريين خلاص الجزائريين صنعهم النظام وعجنهم وفق المقاربة اللي تخدم وصلنا الحالة ان الجزائري عندما يلتقي مع الجزائري من اجل هدف يكسروا الهدف ويكسروا انفسهم والامور تكون لصالح الذين يصنعون القرار ويبقوا يضحكوا عن الجزائريين بقضية فلسطين بقضية الثورة والشهداء مثل ما دارتبون اذا زيارة تبون الى وزارة الدفاع هي زيارة عرض حصيلة وتقديم وعود من اجل عهدة ثانية التي حسمت ولم يبقى الا اعلان الترشح الذي يجري الاعداد اليه وسيكون في شهر ستة او بدايات شهر سبعة على حسب التقديرات التي وصلتني من مصادر موثوقة ونبقى في الانتظار وضوض كلامي جيدا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في موعد آخر إلى ذلكم والحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته